مع زيادة التوترات في المسرح الأوروبية بدأت بعض المواقع المهتمة بالشأن العسكري في وضع الخطط والتكتيكات واستشراف حروب المستقبل يقول معهد الحرب الحديثة الأمريكي والذي يرأسه مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي الأسبق أن حروب المستقبل ستكون ضد عدو النظير وسوف تحتوي على قدر كبير من قتال المدن يضيف معهد الحرب أن وجود قاعدة عريضة من التحليلات التاريخية والديمغرافية والاجتماعية والسياسية والعسكرية تجعل هذه الحقيقة واضحة تماما وهناك العديد من الأسباب التي تجعل الجيش يتحول للدفاع في الحملات العسكرية لتهيئة الظروف للهجوم واستعادة زمام المبادرة لتدمير العدو تماما أو للاحتفاظ بالتدريس الحاسمة أو ببساطة لإبطاء تقدم عددي أو قوة متفوقة من الناحية التكنولوجية ويمكن للدفاع الحضاري الذي يتم التخطيط أو البناء له جيدا أن يحادد نجاح أو فشل تحقيق هدف استراتيجية ويمكن أن يؤثر على نتيجة الحرب على عكس البيانات الأخرى مثل المناطق الحرجية أو الجبلية تحتوي التدريس الحضارية على خصائص فريدة تسمح بإجراء دفاع قوي جدا وفتاك حيث تسمح الكثافة والبناء وتعقيد طبيعة التدريس من صنع الإنسان في المناطق الحضارية لجنود باستخدام أو تشكيل البيئة الدفاعية المناسبة وبسرعة لتعزيز خطة الدفاع يجب أن تسعى خطة الدفاع الحضارية إلى تفكيك التشكيلات الهجومية وفصل القوات الراجلة من القوات الميكانيكية والمدرعة والحد من قدرة الجيش المهاجم على المناورة وتقويض التقنيات العسكرية مثل الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع وقدرات الضربات الجوية وزيادة عنصر المفاجأة فالخطة يجب أن تكون إما هزيمة المهاجمين أو شراء الوقت للأعمال التكتيكية والتشغيلية والاستراتيجية الأخرى في حالة اختيار دفاع عن منطقة معينة والذي يركز على التدريس أو تعيين وحدات ثانوية لاستخدامها في الدفاع عن مناطق رئيسية في المنطقات الحضارية فإن التكتيك القوي وإنشاء نقاط قوة من خلال تعزيز المباني أو استخدام الهياكل الموجودة مسبقا والتي يصعب تدميرها بالفعل على سبيل المثال الهياكل الخرسانية ذات التدريع الثقيل مثل المباني الحكومية والشقق ومجمعات المكاتب أو المصارف هنا تصبح هذه المباني القوية حصونا صغيرة داخل المدينة إذا كان لدى القوة المدافعة الوقت ودعم سلاح المهندسين فيمكن إحضار دشام الرمل والأخشاب والعوارض الفلاذية ومواد تقوية أخرى لتقوية الهيكل وإنشاء العديد من المخابئ داخل المعقل يجب استخدام المعادن والأسلاك والمواد الأخرى لإنشاء عقابات حول المبنى وإغلاق أي مداخل محتملة كل ذلك لجعل الأمر صعبا على العدوة الذي سيتطلب الكثير من الوقت والنيران والموارد للإقتراب وتطهير الموقع ويتمثل التحليل النقدي في اختيار المباني المناسبة لنقطة القوة وإنشاء زوايا متعددة للهجوم من خلال إطلاق النار من المبنى وإنشاء شبكة عوائق تمنع الجيش المهاجم من تجاوز المبنى أو عزله لتطيره لاحقا ففي سبتمبر 1942 خلال معركة ستالينجراد استولى الرقيب الروسي ياكوف بافلوف وفصيلته على مبنى سكنيه المكون من أربع طوابق فاطلق عليه لاحقا اسم منزل بافلوف يطل على ساحة كبيرة كان للمبنى خطوط رؤية طويلة من ثلاث جهات ولف رجال بافلوف المبنى بالأسلاك الشائكة والألغام المضادة للأفراد والدبابات وحطموا وصنعوا ثقوبا في جدران لإنشاء ممرات داخلية ووضعوا نقاط إطلاق نيران الرشاشات في زوايا المبنى كانوا ينتقلون إلى القبو حيث أصابت النيران غير المباشرة جزء العلوية من المبنى أو إلى الطوابق العليا عندما تقترب الدبابات الألمانية حتى يتمكن من إطلاق النار من الأعلى باستخدام بنادق مضادة للدبابات على أسطح الدبابات العلوية الخفيفة التدريع احتفظ بافلوف ورجاله بالمبنى لمدة 58 يوما ضد العديد من الهجمات الآلية والمشتركة بالأسلحة مما تسبب في تدمير عدد غير معروف من المركبات وقتل العديد من جنود الألمان في هذه العملية المباني المدمرة يجب على المدافعين عن المناطق الحضرية تشكيل البيئات المحيطة لخلق العقابات ومناطق الاشتباك والكمائن واتيار مواقع المعركة كما أن الكمية الهائلة من مواد التحصيل العسكرية على سبيل المثل الخرسانة تمنح المدافعين ميزة كبيرة هنا تتمثل بعض الأهداف الرئيسية للدفاع الحضري في توجيه وحصر أو دفع القوات المهاجمة إلى مناطق الاشتباك المختارة وتوجيهها عبر عدد صغير من الطرق وتقييد قدرتها على المناورة وحشل القوات وتتمثل أحد طرق تحقيق العقابات الدفاعية على الرغم من أنها حالة سلبية وأمر مثير للجدل عن طريق تدمير هياك لبعض الأبنية لإنتاج الخرسانة المكسورة أو حديد التسليح أو المواد الصلبة لتشكيل أكوام الحطامة ويمكن أن تدمر المباني من نيران الجيش المهاجم القصف الجوي والمدفعية وقذائف الهوان ولكن يمكن أيضا إنشاؤها عن قصد من قبل المدافعين لإغلاق طرق الاقتراب عن طريق التدمير الجزئي أو الكامل للمباني وأحيانا ببساطة نقلا أنقاض لإغلاق الطرق من أماكن عدة فمن سبتمبر إلى ديسمبر 1943 قام مهدس قوات الفيرماخت الألمان في أرتونا بإيطاليا بتدمير المباني على نطاق واسع لدعم الدفاع الألماني عن المدينة فقد قاموا بتفجير زوايا منازل أو منازل بأكملها أو حتى صفوف من المنازل لتكوين أكوام من الأنقاض يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار والتي تم خلطها بعد ذلك بالألغام والأفخاخ المتفشرة سدت هذه الأنقاض شوارع ثانوية ضيقة لإجبار الكنديين المهاجمين على السير في الطريق الرئيسي وفي المنطقة الدفاعية الألمانية الرئيسية كما أنه جعل من المستحيل تقريبا على الدبابات الدعيمة أن تتسلق الأكوام أو المناورة لدعم المشات والمهندسين الذين تراجلوا من المركبات فلأنها أعاقت المراقبة الكندية على الطرق الحواجز الخرسانية غالبا ما يوجد في المدن الحديثة حواجز خرسانية في نقاط تفتيش المركبات أو حماية البنية التحتية حيث توفر هذه الحواجز تحصيناتا ميدانية جاهزة فتعد الخرسانة المسلحة بحديد التسليح عقبة صعبة التدمير للغاية فيمكن أن تتراوح الحواجز الخرسانية في الحجم من حواجز المركبات التي يبلغ ارتفاعها ما يقارب المتر ووزنها طنين المستهدمة في جميع أنحاء العالم إلى مقاطع الجدران التي يبلغ ارتفاعها أربعة أمتار وبوزن ستة أطنان التي تستخدمها الولايات المتحدة وجيوش الأخرى في العراق وأفغانستان فقد استخدم مقاتل تنظيم الدولة حواجز خرسانية مثل الجدران على شكل حرف تي التي خلفت قوات التحالف للدفاع عن مدينة الموصل في العراق أواخر 2016 و2017 فاستخدموا الشحنات والرافعات لوضع الحواجز على مشارف المدينة وعلى أثر ذلك تطلبت أعداد العوائق وتكوينها من التحالف أخذ دورات تدريبية لمدة عشر أسابيع حول الاختراق المشترك لصنوف الأسلحات المشتركة لاختراق التحصينات والحواجز ثم استخدام كمية كبيرة من المركبات المدرعات التي تضمنت ستين جرافة مدرعة لاختراق الحواجز نفسها مواقع عنظمة الأسلحات الثقيلة في المباني الداخلية يجب على المدافعين تعضيض وحماية قدراتهم الحيوية حيث يمكن تفكيك الأسلحة الكبيرة وإعادة تجميعها في الطابق العلوي من المبنى لتوفير خطوط رؤية وزواهي جيدة لإطلاق نهر يؤدي هذا أيضا إلى إنشاء حماية ملجأ لأكثر الأسلحة المؤثرة في العدوة فمثلا تستطيع تنصيب رشاشة ثقيلة بعيار 23 أو 30 أو حتى مدافع مضادة للدروع بعيارات كبيرة ففي معركة مانيلا بالفلبين في عام 1945 أزالت قوات الدفاع البحري اليابانية المدافع المضادة للطائرات والأسلحات البحرية من سفنها المدمرة في خليج مانيلا ووضعتها في مواقع محصنة ونقاط قوة في جميع أنحاء المدينة أما في معركة أورتونة قام المدافعون الألمان بتفكيك زوج من المدافع المضادة للدبابات وأعادوا تجميعها في الطوابق الثانية من مبنيين في ساحة بيلبيتشيو مما سمح لهم بتدمير دبابتين من طراز شورمان عندما دخلت الميدان واستغرق الكنديون عدة ساعات لجلب المزيد من الموارد لتدمير موقعي هذين المدفعيين المضادين للدبابات في نهاية المطافة الواحو الخشب أو صفائح الثانك أو أغطية القماش العسكرية في البيئة التشغيلية المعاصرة أصبح من الصعب بشكل متزايد أن تظل مخفيا أو تقوم بعمليات خداع بسبب انتشار أصول الاستطلاع الجوية هنا يجب على المدافعين عن المناطق الحضارية الآن تطوير طرق مبتكرة لإخفاء نقاطهم الدفاعية وأنظمة الأسلحة والمواقع أو الأفراد من المراقبة الجوية وإلا سيتم تدميرهم بسهولة وقبل وقت طويل من وصول المهاجمين إلى منطقة المعركة الرئيسية هناك حلول بسيطة للإخفاء في المناطق الحضارية لا تحتاج إلى تقنية عالية فقد قام المدنيون في حلب بسوريا بربط ستارات بارتفاع 12 متر مين المباني للتعمية على القناصة بينما قام تنظيم الدولة كجزء من خطته الدفاعية في عام 2017 بوضع أقمشة أو صفائحة مدنية أو أقمشة مشمعة مين المباني في الرقب سوريا لإحباط استطلاع الأصول الجوية للتحالف تقنية تمهي البسيطة هذه في العمليات الحضارية مكافئة لربط الأشجار وأوراق شجر على المركبات في البيئات الحراجية أو الغابات الثقوب والأنفاق يمكن أن تصبح الشوارع والأزقة في حرب المدن كمائن فتاك لكل من المهاجمين والمدافعين ويجب أن يسعى المدافعون إلى البقاء مختبئين قبل وأثناء عملياتهم لزيادة قدرتهم على الصمود فأسلوب استخدام الفتحات الصغيرة في الجدران الداخلية والخارجية للمباني التي تسمح للجنود بالتحرك عبر الجدران الخارجية والمساحات الداخلية للمباني هي بلا شك واحدة من أكثر تقنية الدفاع المتكررة المهيمنة الموجودة في تاريخ الحروب الحضرية يمكن عمل الثقوب يدويا باستخدام المطارق الثقيلة والأدوات الأخرى أو بالمتفجرات وإن كان هناك مجاري وأنفاق في البيئات الحضرية إن الممكن استخدامها وتوسيعها للتنقل والقتال في مناطق متعددة فقد استخدم مقاتل تنظيم الدولة الإرهابي في معركة مراوي في عام 2017 في الفلبين الفتحات الصغيرة والأنفاق أسفل المنازل وعبرها لتمكين الحركة من وإلى مواقع المعركة والانتقال إلى موقع بديل إذ كانوا معرضين لخطر المحاصرة كما سمحت الفتحات الصغيرة والأنفاق للمسلحين بالهروب من القصف الجوي المكثف والمناورات ضد القوات العسكرية الفلبينية وهذا سأم في خسائر مدنية كبيرة كي يستعيد المدينة لأن الجيش الفلبيني في النهاية أخذ يقصف عشوائيا وضد المدنيين لعدم قدرته على التفرقة بين المقاتلين والسكان إضافة إلى صعوبة تعاقب المقاتلين وخلال معركة برلين في عام الف وتسعمائة وخمس واربعين أثبت جنود الألمان مهرتهم في استخدام شبكات النقل الواسعة تحت الأرض في المدينة وشبكات الصرف الصحي وشبكات البنية التحتية الأخرى تم استخدام الأنفاق لرعاية الجرح والحفاظ على الخطوط الاتصال وإيواء غير المقاتلين وشن الهجمات وأشار أحد القادة السوفيتيين الماريشال إيفان إيس كيونينيفا إلى أن استخدام القوات الألمانية للمنشآت تحت الأرض تسبب في قدر كبير من المتعب حيث كان الجنود الألمان يخرجون من سلسلة الأنفاق السرية لإطلاق النار على السيارات والدبابات والأطقم التشغيلية للمدافع الروسية وإلى هنا أعزائنا المشاهدين ننتهي من الحلقة الأولى حول حرب المدن لمعهد الحرب الحديثة الأمريكية ترجمة نانسي قنقر